لك يا مؤيد يا حبيبي معقول هالكلام هاد تتزوج ثلاث مرات ونحن ما نعرف لك ليش رح نعترض ما رح نعترض معناتها زيجاتها كدول الثلاثة فيون شي مو صحيح غير مشرفين يعني مستغربش لو نعرفت فادي أنك متزوج قبلها ما هيك فتحت درجة كل خاص وشافت صورهم والرابعة أصدقى هاي عبير اللي كنت معها أمتى إن شاء الله ناوي تتزوجها أقول أمتى ناوي يطلقها يا حيف عليك يا مؤيد طلعت خلّ بي بلك يا أبني نحن أنا وأمك قديش ألحينا عليك إنك تتزوج ماما أنا الزواج ما عم فكر فيه بابا أنا بكره جنس حوة كله دخيلك تكره جنس حوة لو كنت بتحب جنس حوة كم وحدك كنت تتزوجت يا فعل ولا كلمة ولا نص كلمة شو بدي يحكي ما هو عرفان أنه الغلط راكبه من راسه لأدمه أنا أين بدلت يا بي وين رايحة أنت كمان لعند رفقاتك يا رودينا متفقنا اليوم أنه نطلع نتعشى سوا برا مرح أتأخر ساعة مو أكتر صلي زمان ما شفتون طيب لكان أنا راح أبقى هيك برح أقلبس لترجعي قللك شغلة من شان الولاد ما يدروا أنه نطلعنا سوا شو رأيك بلا ما أرجع لهون اي شوف بأي مطعم بدلت تعشى ومنلتقى أونيك اه اي طيب يعني أدي الساعة تقريبا وقت لي بطلع من عند رفقاتي بتلفن لك من شان تطلع أنت كمان اي طيب اوكي اي عجبتني هي أنه الولاد ما يدروا هيك منكون رجعنا صغار بابلتيني بآخر رضع زلتيني قدام الجيران قدام أهل الحال قدام الدليا كلها طول بالك يا رجال مو هيك أغتر من هيك يا رشا في أغتر من هيك اللي أسمعتنا بنتا تصير على كل جلسة فشرت عينه بابا أنا أشرف منه من اللي خلفه لك ما كنتي مع الشاب بالسيارة قدام كل العالم واحدة مطلقة تركب مع شاب غريب بالسيارة شو يعني مو يعني شي طسمن بالله هي أول مرة بركب فيه معه ولولا الإخناقة اللي صارت بالشارع ماركبت مو بعدين بابا الشاب آدمي وبدو يبعد أهله يخطبني أكيد وهلأ إذا اتصلت فيه بجيب أهله وبيجيل عنه يا ريت يا ريت يا أمي تعمليا خلي كل أهل الحارة يعرفوا إنه هالواطي عم يتبلعك المشكلة لأنه أنا المترددة أنا اللي رافضة اتزوجها ليش الشاب ممنيح أمي؟ منيح وما في منه بس مشكلته عواطلي لا شغلة ولا عملة بدك تغلي واحد عواطلي لا شغلة ولا عملة؟ لك ما حلك تنسي جوسيك الأولاني؟ ما تركت لي لأنه كان قاعد بني شغل؟ تركته لأنه كان على طول سكران وبدو يعني أنا اللي أصرف على السمي الهاري اللي كان يشربه؟ المهم كان عطال بطال فؤاد هلأ ما عم بيشتغل بس إذا وافقت اتجوزه بصير يشتغل شو هي أمي حزورة؟ فؤاد أبو مليونار كبير ومستعد يفتح له محل أو مشروع يشتغل فيه إذا أنا قبلت وبركي عم يكسب عليكي وبركي عم يتضحك عليكي ما حدا بيقدر يتضحك على بنتك بابا فؤاد ميت فيني مو بس بحبني أنا بلش قلبي يغلي حقق عليه لأنني أعطيته السيارة خلاص روق فؤاد أكيد بيكون راح هو وبانا شي مشوار بدو ما يقلي إيه مهدي وينك؟ يا أخي ما بحسن يترك السيارة معك بدي إياها ضروري عندي مشوار أخد سيارتك؟ طيب وين حاطت مفاتيحها؟ ماشي بس الله يوفق دلي بالك على السيارة أوكي باي هلا سوزان هاش تضحكي هلا ما قلتيلي شو المشكة بين مؤيد وبابا وماما موسيقى 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 بابا أنا ناسف أني خبيت عن كون موسيقى موسيقى وندمان ندمان كتير كمان حبيبي الندم والأسف ما بيفيدوا هلا بعد ما انكشفت وقيت يعني لو انا كتزوجت وحدة وما قلت لنا وما عرفنا هلا بعد فترة اي مكان تمرقوا معنا لكم وقيت التلاتة وكيشو صيرنا بابا يلي صار فيني اني خبيت عليكم اول مرة فماعد لي عيني اني خبركم بالمرتين التانية ايوة والرابعة رح تصرها عنها ولا رح تخبيها كمان قسما بالله العظيم يا بابا اني كنت جاي من حالي لكم تروحوا تخبوا ليها هاي اللي اسمها عبير اي نعم لكم ويد انت كيف بتطلق مرتك وبدك تزوج رفقتها والله هاي مو من اخلاقنا الموضوع ما فتحته معه الا بعد ما طلقت فادية ايشو السرعة القياسية زواجي من عبير ما له علاقة بفادية مصيب وحكا يعني هلا انت مصر تزوجها ايه والله يا بابا مصر وانا بدي انت وماما اذا بتتكرموا علي بتروحوا تزوروا اهلا وتطلبوا ليها رسمي اه وهاي عبير ناويت الزواجة شهرين ثلاثة وبعدين باي باي لا بابا عوزو بالله ان شاء الله هي البنت يعني بدي يضل مع العمر كله اوف شو الحكي معنات هاي بنت عظيمة كويسة كتير انا بدي تشوفها انت وماما واذا ما عجبتكم بلا ما شاء الله شو برضي ايه مرض كتير شو دايشي بابا وين رايحة انت كمان اه رفيتي مريضة ورايحة ازورها ايوا طيب لا تطولي اه شو شايتني نور مال تخاف علي ايه اربوار اربوار ايه بابا شو قلت اوه اخ اهلين وسهلين بطلوا شو مبكرين كتير كان مرحبا ياهلا اهلا نحنا مو زاهين نقعد اه معك حق هداك اليوم لما كنتو صارين هون في اتنين شباب بيك يعني شوي يتغلزوا عليكم فانتو مشيتو فكروكم البنات اللي بيجوا بشكل طبيعي بيصاروهم اه كتير منيح انك تذكرت انا كان طالما هيك بدي اسألك دخلك اه تذكر الشلة اللي اجت هداك اليوم قبل ما نحنا مطلع واوال ما وصلوا وطلوا عالبيس وصالوا يرسل اصدك شلة رقوف اه مين رقوف البوز تبعهم البوز البوز قصدي رئيصهم اه اه دخلك ورفيته اللي ما وكمان بوز انا هي لا 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 هاي رفيته بس اه بدي اسألك بالله يعني هن كل قديش بيجوا عاديسكو بالاسبوع بيجوا ثلاث مرات يعني خميس وسبت وثلاثة هيك منظمين وقتهم اه طيب ماشي كتير شكرا اه بس كتير هيك لا معلش تفضل اه اذا سمحتني انتو ليش عم تسألوا عنا اه ما في شي رفيتش حابتهم كتير وحابي التعرف عليهم عندسنا كبير حالك قدتلك انا اللي بديتعرف عليهم كيمشي وانا غلاظة ما فيtx تفضل ببروكي ايه ايه لا رفيق اخي فؤاد بس فظيعها تبيني من التابلو تمام تعرف ان لازمتني ايك سيارة مقدمة بدك تاخد اذن من رفيق اخوك فؤاد بالاول اقول انه بدك تترك سيارتك و تطلع معي اصلا ما فيني طالع سيارتي قدامه سيارتين بعدين انت رح تطلع معي لاني انا اللي رح سوق شرف سوق شرف شرف اتطمن عمي او صالح اتطمن كل الامور تمام والشباب ما في ازرف من هيك لا لا بالعكس ما في اي مداية انت لا تشغل بالك اذا ازعجوك باي شيء اي شيء بتخبرني فورا اللي اصل لك يا صبيعون الله يخلينا اياك يا عمي بس في شغلة الشباب بده نخط موبايل جديد لانه خايفين تكون خطوطا مراقبة اكيد مراقبة وينك هلأ بتاخد الموبايلات واحد واحد ما بتخلي بييد حدا موبايل العمى شلون فاتتني هي اسمع عمي هلأ بعد ما بتلم الموبايلات بتخبرهم اذا بدهم مني اي شيء بيطلبوه عن طريقك يعني يا انت بتخبرني يا هنن بيحكوا معي من موبايلات واذا حدا منهم يبس راس وما سلمك الموبايل بتخبرني فورا انا اتفاهم معه بتؤمر عمي اب صالح الله معك الله معك مع السلامة كنت عم نحكي مع عمي اب صالح نعرف وبعدين لو سمحتوا عطوني موبايلاتكم انتوا ثلاثة عف ليش بقى شو ناوي تبيعون هاي اوامر عمي اب صالح وهيك اضمن لحتى ما تتصلوا مع حدا لانه ممكن تكون خطوطكم مراقبة وهيك ممكن تكشفكم بس اه نحنا ما رح نستخدمها فلا تقلق لا لا انا مالي الان بس صدقوني هذا التصرف لصالحكم وصالحه ولصالحي كمان ابو صالح خالي ابو صالح معو حق يعني بجوز اي واحد فينا يغلط ويحكي مع شي حدا وبايك حالي رح نوقع كل اياتنا طيب اتخبرتوا انه نحنا بدنا خط جديد طلبتوا منو وبس يأملكون اياه بعطيكم اياه وتصرفوا لو بتلاقوه مناسب بس بالوقت الحالي ما اضطر اجمع الموبايلات هلا انا بعتذر منك ما ما فيني اعطيك موبايلة ليش انت كمان بدك تتصل برفيتك يا سيد فاضل انت رجل مؤمن وبتفهم شو يعني الامانة ابو صالح اممني اجمع موبايلاتكم وانا لازم ننفذ هاي الامانة خلاص ما عد فيه مشكلة طالما رح يبعت لنخط ما فيه مشكلة بعدين يعني احنا مع مين من انتصل واذا اضطرينا هاي قديم مع موبايل شكرا 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 يعني والله ما كان في الزوم لا لها الدعوة ولا الاسرارك لا ستفي الى الزوم الى الزوم له اول ما له اخر لانو هالدعوة هاي ممكن تقرر مصري اوف اي سيد سوزا انا ما حابب نتزوز لاني طمعات مصريكي انت بتعرفي تماما انو سروتي قريبة من سروتي ابوكي بس الطمعة اني حبيتك سادقيني مالتقينا بجمعة الى كنتي الشخص الاهم بالنسبة لالي اكتر مرة كنتي بدي فاتحك بالموضوع بس احترامي احترامي الكبير لابوكي من جهة ولشخصك الكريم من جهة تانية كانوا دائما يخلوني خايف وخجلات واول ما راح الخوف والخجل اما تعزمتني على مزرعتك اللي ما فيه ولا بني ادم حتى الناطور سواء حكي قلتلك كان اختبار مجرد اختبار للمرأة اللي اخترتها اذا كانت بتناسبني ولا لا مجرد اختبار للمرأة اللي اختبار للمرأة اللي مات بك مرة هاد اهوه سي تقلق رجعاش كي الظاهر واقف قلبه شوي لما اسعفه رجع يشتغل ورجعين هاك اسمعوا المتعود على حقن الهروين بالوريد والهروين بيختلط بالدم هاد لأمار ما اختلط بدمه ممدمك يا معرفة لهيك ما بقدر بطلو طيب بترحلني انه انا اذا العبت بقدر بطلو اكي في زمانك مجربو مش مالتلك انه اليوم ناوي جربو عم تمزح اعم ما عم تمزحان جد انا حظي طول عمره بفلق الصخر فلزالة انا واسع انه بدي ارباح جايب معك مصاري؟ جايب معي 30 الف نفس المبلغ اللي العبت فيه انتها دي كل مرة واذا اخسرتو؟ اذا خسرتو برد بجيب تاني يوم 30 و 3 بدي اقلعب 150 الفيرا وسواء اخسرتو الاول بحال بدي بطيه اذا لعبت خمس مرة ما رح تقدر تبطيه هاها بتراهي؟ انا اللي براهي شار ريف نشتري فيه شار ريف مشان تكوني بسرعة زوتتي بتعرف اني انا رح هتزوج عليها اذا ما كان اليوم بكت مش هديد؟ مو فرقة مع ابنو هي كل البهمة انه تضال بالبيت وحواليها أولادها مو على أساس مرتك بتغار وانت وظفت سكرتيرا بشعة مشان هيك ولا نسيت شو قلت اللي قاسدتي كايب مزحى بس مشان ما تغضى بيع سكرتيرا انا نصعد اصال بيك لحالك قاسدتي يعني انا ما بعرف شو لي بيش مني اتزوج واحد متزوج وعند اولاد تقريبا قدي سوسن انتي قديش عماري يا ستي انا عملي ستة واربين سن يعني انتي اكبر مني مليح بس انا كمان مالي زغيرة بتصدق انه انا لحد اللي ما بعرف شو بدي بتعرفي بتعرفي وبتعمني حالك ما بتعرفي لكن انتي اكتر واحدة بتعرف شو بدي منها الدنيا بدي اياك والله اذا اخترتيني ما رح تندم والمناسبة انا حاطت عيني على فيلا اكبر من فيلاد ابوكي واحدة انا مستعد اشتريا وفيها صفرجي وخدامي كمان وبتقسم حالك نصين نص عند مرتك القديمة والنص الثاني عند جديدة سوسن انا حكيتلك عن علاقتي الحالية بالزواج دي اذا قررت طلقي منها مرهوم بالزواجي منك انا بطلق عنجد بطلقهم لا لا لانو ما لازم مو بس هك كمان ما نسئلي لا انت هيك تير عم تغريني كيش حكيتلك يا ما بيجي شي قدامني بخبيلك يا مرحبا رجع شكرا ما مطلوبهم حسني على روح عبوك ها؟ هل تعمرنا؟ هاي خمسين هاي خمسين المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الأمر عم يمر نحنا بحاجة لشوي收 سعادة لنكسر فيها حجز الخوف اللي جاينا الهرم، والوقت، الزمن يعني هاديش ما أيام بيعبرنا كثير انت بتعرف انا وين كنت؟ مسألتك؟ كنت عند الدكتورة بالامراض النسائية وشرحت لأحالتي من شانك ومن شاني ردينا أنت عم تحكي عن جد وشخصتلي الحالة على أن وضع نفسي غير مستقر يعني يعني مو حكاية هرمونات وما هرمونات ولحتى تتأكد طلبت مني أني حلل بس على الأغلب هو حالة نفسية مو أكتر طيب ممتاز أصلي يعني هاي بتدري تتغلب عليها بسهولة من شانك رح أبزل كل جدي كله بس بدك تساعدني طبعا أنا اللي بساعدك علو يلا يلا صرت هوني يلا جاي يلا جاي جاي العم شو هاي مصروعة سوسن أنا بشوف نقوم نسلم عليهم لمش كله إني قلت له لبابا أني أنا رايحة زور رفقتي المريضة كذبت عليه يعني طيب وإنتي زرتها فعلة وين هون بالمطعم لها يا ستة زرتها بالبيت لما طلعت يلتقينا ببعض وباعتبار في مشروع عمل مشترك بيني ببيني عزمتك على المطعم لأن لا نحكي بالموضوع هيك حليتها يعني برأيك في حال تاني خلص لا تاني ولا تالت تمشك لي ما بتستاهل خلي الأمور طبيعي صحيح أميك ما بتعرفني بس أبوكي زميل عمل ومن واجبي أنا واجبي قبل واجبك أنا بتصرف مثل ما بتهك هدري الجاية ماشي معقول يكون ضارب السيارة بس أبوكي بس أبوكي لماذا جايي ماشي على رجليك بس أبوكي شنوكي شفتك أن المردنة جايي بدون زيارة إيه ما لقيت محل صفه هون صفيتها بالشارع اللي براكم فؤاد لحق تطرب السيارة أنا أضربها الله يساعم حيك إيه بطرب حالي ما أضربها بصراحة ابتهاش أيوة بصراحة مهدي أخي بتعرفي حاب ياخد خطيبته مشوار بالسيارة وأنا ما حبي تخشله همم يعني أكيد السيارة مع مهدي إذا ما لك مصدقتيني هلا بحكي لك معه قل له أن السيارة لأي مولار فيه أك على فكرة هو يعرني سيارته وإذا بتحبيها لفة شكيئة خلاص خلاص بصدقتك تفضل شو هي بورتو كليه مفاتيح مبروكي علي مرحبا مرحبا وإيطالي والألماس اللي فيها حر حتى تليق بالسيارة اللي جديدة مرحبا شكرا لك تيارة سالي همم بتقيل لك شغلة لأنه لازم إلك ياها بس وعدني إنك مضوج خير وعدني خلاص موعدك تعرف مين قاعد وراء العامود هناك مين بنتك سوسن سوسن هي ورفيتها هي ورفيئة نعم كما سمعت شو ألحب ياها بس هي قالت إنه رايح لعند رفيتها المريضة تزورها راتب عظمه تلسانه وقاللي إنه مهدي هو اللي أخذ الأرض من أبي وإنه راتب ما طلوع له غير عمولته من الإبنات هي وصيبة بس لما رحنا على المخفر رجع أنكر قال إنه هو اعترف لي لأنه أنا كنتم عم حاول إيه يعني رجع قدام الشرطاء إيه وسفدقوه يعني كأنه هو بالفعل واتقبسونا الشرطاء على كتباسكو من خوانينه يعني ما استفد شي مسكننا معطرف أستاذ أنا متأكد إنه مهدي بعدين راتب موجود إذا أريد أجب لك يا يعترف قدامك أنت نسيان إنه كتابوك تعاهد بالمخفر ما تتعرض له شو ما أتعرض له راح ضل ورعلي يعترف طيب ليش هتشدل أهنسي أميرا أنا مو قلتلك إنه تقولي لأخوك ينزل ع الطابو ويكشف على سجل الأرض ويشوف مسجلي باسم مين؟ نزل ع الطابو وسأل والأرض بيسمه دي الشيء؟ لا اسم عبد المعين يوسف سمعان بس ما عرفت عنوانه حتى بالدريل ما لقيت رقم تريفه أميرا أميرا أستاذ سالم؟ هل تفعف أشينا معلق الأرض؟ عبد المعين، عبد المعين يوسف، سامعان لا أعرف كأنه الاسم ليس غريب عليه رائد، تعرف أن هناك شخص بهذا الاسم؟ لا عن كل حال بسيطة من المشكلة، ولكن سأهتم بالموضوع طالما اسم مهدي ابني اجع للسان راتب فأكيد لازم يكون يعرف شيء أو علاقة بالموضوع سأتأكد موضوعه إن شاء الله حقكم بيصلكم من هدئن هاي خدوه ولكن... ستعطوني شوية وقت نتركك شهر، ولكن المهم إنه حقنا يرجع لنا إن شاء الله، إن شاء الله برجع نحنا مستأزين هاي بطاقتي، بس أعطوني فرصة يومين، يعني تتصلوا فيني مو بكرة بعد بكرة، بي نفس الوقت إن شاء الله خير، بالإذن مع السلامة، مع السلامة موسيقى رائد قل لي إنه اللي سمعناه مو صحيح وإنه الشخص اللي عم يحكو عنه هو مو ابني طول بالك ورديموني بك هذا أخوك شوطي انتو لك شو عم يعمل شو عم يخبس من ورانا بالشركة ونحنا عاديما ندرياني بشي بركي موضوع بركي؟ بركي؟ رائد الشخص اللي عم يحكو عنه، شو اسمه؟ عبد المعين، يوسف سمعان، يعني أبو نيضال يعني المتعهد اللي عم يسوينا شغل نتبع الشركة واللي عم ينسق كل الشغل معه، هو مهدي يا بابا، بركي مهدي ما له علاقة بالموضوع بركي يا أبو نيضال عم يشتغل لح حاله يا بابا، بركي مهدي ما له أنت رائد أنه أخوك مهدي، هو وارك كل هذه العملية؟ بعد كل شيء سواء لا، براهين أتصل بأبو نضال شو ما كانكي عنده شرط خليف تركو يجي لعندي لهون عالشركة هلأ طيب أوكي بس انت طويل بالبال بوالدي الله يخليك يشأخواتك تأخذك لأرقات هل أتكت لأخبرونا كلهم كانوا يجبوني شعيني هلأت أخرى هلأت أحدث كبير الله سترني 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 الحمد لله السيارة المسايل لشي بنوم مضربة بسم الجنة بشو خير شلون يعني ما فيه الشي ورفيقه طريف معنز لا ناسف أخي ما أصحي وانت ليش عم تستعمل العنف مع هدا اللي اسمرتك لو أنك أخدته بالسياسة كان ما أنكرت أنا ما استعملت العنف إلا لأنه السياسة ما نفيت يعني أنت متأكد أنه ناسي سوزان الله يوفي يعني أنا مثل ما أنا شايفك راتب متأمر مع نهدي ما عم بكترستق مهدي طيب ليش بصراحة أسي يعني أبوكي لو ما كان زلمي حقاني ووجداني وطيب أنا كنت سعيد ورا حقيه بطريقة تاني حتى لو تقنعدهم من حباس موفارقة معي واختي أميرة نفس الشي أيهم بيان عليك إنك كتير عصبي لا والله مدائمة طيب أنا مضطر أمشي تأخرت على الورشة حضرتك شو بتشتغل ميكا نسيان يعني ما كملت تعليمك لا أنا وأميرة وأخدنا البكالوريا ووقفنا بس أنت فتت على الجامعة وتركتها بالسنة الثالثة ليش؟ يعني ليش؟ الله لا يعوزيك الحاجة يلا تسمحينا أميرة تعتبر المكتب مكتبك وصار إليك أخت هون أي شي بتعتازية بتجي لعندي كتر خيرك وأنت سيد أيهم بدي ياك تخفف العصبية تبعك وتطمن طالما الموضوع صار بإيده لبابا ما حتكون إلا مبسوط والله ما بعرف شو بدي إليك يعني كان إنتي ولا أبوكي غمرتونا بكرمكون ويشهد ربي عليه أني حبيتكم كما حبيتكم أميرة أكيد نحنا مبادلكم نفس المشاعر إن شاء الله بتصير خير هتجو بكرة؟ لا أبوكي قال بعد بكرة خلص بعد بكرة يلا بخاطري الله معكم شكرا سيزان كتر أهلين أميرة الله معكم أهلين بانا تفضل خير شبكي طريف الأيوبي مات لا أهلين بانا تفضل نفس المفاجأة اللي كانت على وجه سوزان كانت على وجه أبوه وأخوه معناته الثلاثة بيعرفوا لهذا عبد المعين وزا سبقا إذا بيعرفوا ليش لحتى هناك والله ما بعرف أبصر ليش هاي ترجمة نانسي قنقر سيزاة قبل المعين ماذا يا بوندار؟ احكي طالما نكشف المسطور نحنا نزلع الطابة وعرفنا أنه أرض العمر يمسجل بإسمك بدون ما تدفع حقها من دفع حقها؟ طبعا لأن الرجال ما أبضوا على فرنك منكم معناته هو اللي ما دفع له حقها مو أنا هو مين أخوك مهدي قلتلك يا رائد قلتلك إنه مهدي فيه إله علاقة أبني دار قديش أبطع لهالعمل اللي أخلاقي هذا لك تشرق أرض الرجال ما بيملك غيرها ليش تسأل ابنك أنا منابني غير من الجمل إذنه ومشان الجمل وإذنه رح حطك بالسجن أنت ومهدي ابنك اللي ما دفع له حقها شو دخلني أنا أنا كل اللي عملتوا إني جمعتهم مع بعض وليش تيسجل الأرض بإسمه طالما مالك شريكو الله وكلكم مشريكو بس بصراحة شكيت وقت جاب لي عقد البيع بإسمه وتواقع الشهود عليه نحظر مين هنالشهود اللي شهدوا على بيع الأرض أتنين ما بعرفهم وما سمع عنهم اسمهم بشتوهم تسجل الأرض بإسمه بارك نكرت عليه كتبني سند أماني بضعف قيمتها أنت خايف على أبنك مهدي أبو نضال اليوم بتنزل عطابة وتفرغ الأرض بإسم ابن العمري وأخته بدون ما أخذ سند الأمانة من أبناك بيحبسني فيه والله كيف كيف صار معكم هدك كان عمي ترجاني أنه أحكي معكم مشان ترجعوا لبعضكم وقال أنه مستعد يغير كل حياته كرم عليك شرب كتير كتير مشان هيك ساب عصبي لو أخي اللي ميت ما بزعل عليه هلقت مع أنه ما صد لي فترة طويلة متعرف علي يعني ما خليته سوء يعني طربته وما خليته سوء يعني طريقين ثم أمي رحنا ما بتقتل بحاجة واللي أعبأ لبي عليها هلو؟ طيب لحظة لحظة أهلاً يا نيد خير أمك غير شيء؟ لا ولا شيء بس ما عدنا شفناك اشتقناك؟ أنا قلتلي لأمك أني نشغولي بياركن يوم وما رحب نعمل حديثة لا؟ شو رحكي؟ بس الحمد لله إصابته خفيفة الحمد لله على سلامته المهم إمتى بنا نشوفك؟ قلتلك أنا وأمك حكينا بـ هلا تركينا من ماما يامي اللي عم بيحكي وبصراحة أنا اشتقت لحكياتك هلي عم بيحكي معك؟ قعد تليفون يا ستردينة هل لازم شوف هالوش الحلو آسف، بس مع ذلك مصر انك تجي لعده خلص، بركي بي هاليومين بعملكون زيارة مو بي هاليومين اليوم إذا بتقدري شار فينا الماما كتير زعلاني انك انت معا تسهرتي معه بتصدقي انه هي ما عادت سهرت مع الشلل انك انت مالك موجودة؟ انا بحكي معهم اتفاق يلا بيباعي لو سمحت فضونا بكفية وتركونا معهم اتهم اتهم؟ لو سمحت اتفاق بابا طول بقلك لا تهز بدنا صحتك بالدنيا شو هز بدنيا؟ انا روحي دعم تهتز اتصل اتطمن على اخوك مهدي اتطمنت مفيش شي ناس طريف الايو بيموت نعم؟ كيف؟ كيف مات؟ قال اجلت ضربة على رأسه صار معا نزيفه معا حول حوله ولا قوته يقوله كان سكران هيك بتقليل الشرطة سكران؟ معنى ده اخوك كمان كان سكران لانه كانوا قاعدين مع بعضهم طريف الايو بي هو اللي كان عمسه احسن نشوف اخوك امت تعرف على طريف الايو بي مو لما جاب مشروع ابو الخيري لانعشركة؟ يمكن احسن انا سمعت بان المشروع بديان يتنفس واخوك هو اللي ااخده طبعا اذا كان ااخده بيكون بالاتفاق مع النزل او النظال لانه هنين اتنين رفضوا العرض ومتل ما اتفقوا مع بعضهم على ارض العمري اتفقوا على عرض الايوبي واوي معقول في احتمال واوي طبعا احتمال اوي اسمع رأيت بالتياك تروح الدقدس من تحت لتحت وتعرف مين اللي ااخد المشروع وفيما اذا كان اخوك مهدي الا علاقة ولا لا هلا حاضر لاحروح نسأل المشروع بس انت هدي وطول بالك وروح ولا تعصم الله كلبك فايفو موسيقى 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 صاحبت لسيارة اسمها ابنه دهاج عزو حلو معناتا اللي كان سيئة ابنه وطبعاً الآن ما بتحب ابن يفوت عالسجن مطلع لما شاريت له هك سيارة معناتها غنية كتير والغني بيدفع وشار الفقير يطلع يطلع لفوق لفوق هيا هيا سيارة تدهس رجلاً في شارع التحرير قرب محطة وقود وتقتله تقرير الأطباء يقول أن الرجل ترك في الشارع دون أن يسفه أحد حتى نزف ومات ولو أن الجاني أسعفه لظل على قيد الحياة وليتنا نتعلم من هذه الحادثة أن غياب الضمير قد يتسبب في موت ناس أبرياء السعودة ما متحصل الشارع ذلك المبادة الصباح الخير أهليا صباح النور في بين أنصحك نصيحة خير شو صايرة هيك أنا عم توزعي نصايحة طلع والنازلة مرشدة اجتماعية حضرتها هيك شي بصراحة وبدون زعل البرفام اللي حطه ريحته صارت قديمة وبطلانة مونتو عدين ملابع لشخصيتك البرفام اللي أنا حطه على كل يمكن أن أمفك اللي عطلانه صاير معم يعرف يمين هلأ طالع برفامات رجالية بتزحل العقل هيك على ما يبدو لأنه عقلك زحل بيه اليومين مقبولة منك شو ما عندك شغل اليوم بلا كيف ما عندي شغل ومن ضمن أهم أولويات شغلي لليوم باعتبارك رئيسي أني قدم لك هذا البرفام شو هاد يعني عدية النبي قبل عدية هي مقبولة منك على كل أني جيت بوقتها رح أحط مننا بليلة عرسي ليلة عرسك أنا ما قلت لك أنه بابا وماما رايحين يخطؤوا لي اليوم مين بدنا نكتب الكتاب ونتجوز خلال أسبوع آه أنا ما قلت لك ايه مبلع مبلع قلت لي عقبال عندك ويسلموا إيديكي كتير على الهدية معقولة يكون عم يختبرني لي شوف ردة فعلي شوف رأيك لابس أواعي شغل وعم تشتغل شلولك عم علمي لبس أواعي نضاف واشتغل فيه لبس أواعيك نضاف وتيسر ما فهمت فهمت هالورشة إلك وهمنا إياها طيب لبع رقم علمية انت ست موزك ولتي بشغلك أنا ماني فاتحة تكية انت ما بدك بتجي وانت ما بدك بتديرها طناش فعليم انت تعرف ما ظروف ينكر كبه هالكلمة أنا مالي علاقة بظروفك وقت الورشة بتكون معتمدة عليك وبتتركها هيك هي كمان ما بدي إياك ايه بالنائس بالنائس مننا انت إجرت كم يوم إليك عندي خمسة أيام قليم كان لازم يكون إليك عندي إجرت شهر حتى إليك ما لك عندي شي عرب لي ياهاي رأى عرب لك ياها انت بغيابك عن الشغل خسرتني إجرت شهر مو خمسة أيام هدا غير الزباين اللي مجيوا ما عادي يرجعوا بقى مين بيطلع له عند الثاني انت ولا أنا أنا ولو سمحت هلأ بدي إياهم اروع شوف لك أطلع بو إذا ما أعطيتني أهو رح لعبك إلك ها أعطيتني أعطيتني عنا الله نخلي لعب لي لك شو؟ أعطيني إجرت الخمسة أيام خليني أمشي أمشي قبل ما أفحنا فوقك وأوعيك المطاف البسهم بره مو بالورشة بسما بالله العظيم خلي دمياك حماياك شو هاك؟ دمياك حماياك يعني الدم بغسلك تغسيل علي تعرف أني بحب الدم بس دمك مدمي شو يعني؟ يعني قيم هالمفك من إيدك وحطني إجرتي محلوك وحيات عيونك اللي عم تبرؤ برؤ ما بتلوعه فرنك بأكساب صحتك وروح لا سيدي بدي لوح تروب لشوف أنت ما لك أدي لك أي هام؟ بعريك بس إلي حق عندك بدي أخده روح شكي عليك ما لعش ديكي هلأ بقناولي إجرتي ما حناولك والله من الزمان حاسس منك لاويلي هنوك ما إلك عندي شي وما بأبدي أكس بدي أرى وأبدي أكس بس أعطيني إجرتي أنا عادلة ثلاثة وما ورجيتني عرض كتافك رح إسلقك بنص رأسك واحد نيد لوت هذا اللي صار بس السيارة ممتعزة كتير حتى لو كانت مكسرها أنا عاملي عليها تأمين شعبي يعني عليك يا ابتهاش يالله بخاطره طيب هلأ السيارة وينها؟ بكراه الشرطة الشرطة كتبوا الضبط فيها طبعا طيب عطيني عنواء الكراه ليش واحد عاملي؟ مش هاد التأمين يتصل فيه خليه صلحها على حسابه ولبك تدركي بسيارة أخوك أصلا اليوم أخير سيأخذ سيارته طيب أنا ماشي طبعوت خلينا نتغدسه يا ريت بس اليوم مزاجي مضروب شوي ريت خبر بالجريدة يضربلي مزاجي خبر شو؟ واحد واحد داعس واحد وتركه يموت بدون ما يأسافه العامة بقلبه يالله بخاطرك جاي المسا ليش فيني ما إجيه؟ شك يا ابني بتوصله لبترجع بسرعة قوام ها؟ يالله حبيبي يالله بريم الله يعطيك العافي علياب عبدول سهلين الله يعطيك العافي يا سيدي ويرزقك هاد أديب ابن المرحومة ام هاشم فعلا رح يزحلي علي كشبه؟ والله آدمي هلا هو مو عزابي؟ اي اي عزابي نعم مو عايش لحاله؟ لا سيدي إزعزابي معنات عايش لحاله؟ أنا بعرف لا أم ولا أب عنده معاولي كونا بيفوض نسوان على بيته؟ أعوذ بالله شو أحكي؟ ليش بها الحارة؟ في حدا بيسترجي يفوت على بيته مراه؟ صح وهي كمام ما بيسترجي إنه بيعرف الوضع طيب انت ليش عم تسأل ومستغريب؟ يا سيدي مو عد ما سكن بالحارة كان ياخد مص كيلو بنادورا، مص كيلو بيتنجان وقيد سكر بس باليومين الماضيين صار ياخد كسحرت بنادورا، إشليف خس، خمسة كيلو رز لك معقول، معقول عبياكلون لحاله؟ لعما، ايشو فيل؟ لك حتى الفيل ما بيقدر ياكلون لحاله، هذا غير كل أربع خمس ربطات خبز سوا لا يكون عم يوزعون على الفقرة، حاكم هو تقي وصالح، بيمشي بالشارع وعيونه بالأرض، ايه والله؟ طيب حدا شافه عم يوزعون على الفقرة؟ مو ضروري حدا يشوفه، لأنه اللي بده يعمل خير، ايده الشمال ما لازم تعرف شو عم تقدم ايده اليمين؟ لا 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 لا، الشغلة فيها إنه هلأ عم يفعلك حق الغراض اللي عم يشتريها ولا لا؟ يا سيدي بنوعد ما سكن بالحارة لا بيتديل ولا بيفاصل بالسعر، أشهد بالله إنه قريم هذا اللي بيهمك انت؟ أما هوين عم يروح بهالغراض اللي عم يشتريها؟ فهذا شغله، مو شغلات؟ سجغ البطة عليه، خاطرة؟ الله ما عم تكرم، أم عبده؟ طيب ليش ما عم به دراسي من ناحيته؟ ليش؟ شو أستاذ أديب، ما استني تليفون؟ لك صرت دائلو عشر مرات من الصبح إلى هلأ، يا بيكون عم يرن موبايل وما عم يرد، يا بيكون قافلو، خلاص يا أبي، اسنحو، لك يا جاهل أنا اللي بديه، أنا آسف أخ موفق، مشان الله ما تواخذني، يعني أنا الآن شوي من هذا الموضوع راجع شو؟ هي بعطلة الحمى، شو مش بعطيني على البلوتو؟ شو شو في فرجيني؟ انت الشب ما لازم تشوف، لك هاتي هاتي هاتي، هاتي العمى، لك هي البل بعرفة؟ تعرفة لك هي، بس معقول تقبل تصور هيك؟ رغم إنها مبينة حقيقية، بس أنا قفرتها، مركبة تركيب، مطبق راس البنت عجزة موحي تاني عرياني أخدها من أفلام، هيك هيك، مش عطر منركبها، معقول هالحقارة، هيك البنت رح تتبهدل وتتشرشح انتي مانت فاهماني القصة، أنا عرفت من اللي بععتها، هالبنت اللي بالصورة كان صحت وتركته، مش هان يقبق الكلم مصار يبعته، كلا عمال شو قال لي الأدى، حتى اسمها كاطبه بكعب الفيلم، يعني اللي بده يشك إنه مو هي، بيره اسمه بتأكد إنه هي، لك هاده ممكن يدمرها، يعني باركي احنا مسلتهم بالصورة؟ أكيد، أكيده هنا ويدمرها ووصل الفيلم لأهلها، لك معقول في شباب هيك لك، لك والله أهلها زدريو بيتباح هو، أعطيني هالي موبايلي، ما بحب ترك هيك شرح موبايلي، شو رصة؟ كل شي رسالة من اللي بالي بعدها، باللهي، ورجونية، اي خلص، ما صحتها، هاده أكيد هو بس مغير رقمه، الله يخليكم أفهم، خمس دقائي، بس خمس دقائي، ما يتكرا معينا؟ مرحب عمي أب صالح، كيفك إن شاء الله بخير؟ أهلين عمي، خير، شوفي، صرت دالي كذا مرة، على طول عمي يتناقر، صوتاً أحياناً عم يطلع من قلب الديار، وأنا مالي حابة بزعلوم شانك، لا،